هو اللي طاغي ومالي الأستوديو كله حماس وإحساس حلو شليد حبيت أنها تكون قاعدة جنبين عشان طاقة تسمحها شليد وعشان هي زورة حلوة جدا هتعلمنا كيف نحن قدر نحب الوطن بأسلوب بسيط جدا أن راشد واحدة من الكنداكات الصغار في السودان قدرت تماما أنها تعبر عن محبتها للوطن والحادة دي ما جات من فراق يعني أنا عايزة أقول لرندا والدتا هي معانا في كنترول ولي راشد كواحد من الكتاب الروائيين جدا جميلين وكمان لأخوها اللي بمانتيتيوس رفنية حنا هنتونس كده وهندردش مع بعض الليلة ونعرف التفاصيل لكن يا آن انت بترسمي صح؟ وفي نفس الوقت ما شاء الله لكي 4 سنين وانتي الآن عمريك 10 سنين أحكي ليه القصة كون لأنا عايزة بس أعرف الليل القصة بتاعتي أرحم أنا بدأت الرسم لما كان عمري 6 سنين قبل ما يكون عمري 6 سنين كنت بشركة رأساتي حق تصري الفاتث وبرسم فيها قامت ماما شافت رسماتي حلو فقالت ليه قيتي رصامة فبقيت بتجيب لي بورد والوان وكده يعني ماما هي اللي دعمت الموهبة بتاعت أنا عشان كده انتي هسا بترسمي حلو وبتعمل في حاجات جدا جميلة صح؟ احنا حنتكلم ونتونس أكدر ونعرف انت ليه بتحب تعبر عن محبتك للوطن بالرسومات والألوان وكيف قادر توفق ما بين دراستك وما بين الموهبة وكيف قادر حتى تعبر عن الإحساس ده لكن تعالي أنا وانتي وساد المشاهدين نشوف مجموعة من رسوماتي كون ديكم تعالي تمام؟ اتصامتك حلو شديد يا انا مطيفة ومطمئنة وجدا جميلة أنا مبسوطة شديد أنت للمعاني هنا في صباحات سودانية وفي قناة سودانية 24 تحت الهواء حكيت أنه بابا هو بيكتب قصص وكده صح؟ هل فكرت في يمي الأيام أنه ممكن واحدة من القصص بتاعته وأول روايات أنت اللي تكوني راسم الغلاف بتاعه؟ فكرت كتير لما نمشي له هو أظن الجمعة الجاية حقول له يكتب رواية أي رواية هو عاوزها وأنا أرسم الغلاف حقها يا سلام يا سلام الحارد حلو شديد أنا مطمئنة بالجاي طالما فيه أنه ناس عارفة أنه يتعبر بموهبة الطريقة حلوة شديد ثورة سودانية أنت شاركت فيها بصورة كبيرة جدا من خلال رسوماتك لماذا فكرت أنك ترسم على ثورة سودانية؟ أنا أني دايماً من أهلي يأتي من السورة من المواكب والمظاهرات كده يكون نفسي أني أشارك معاهم بأي حادة فقدرت أشارك بأصغر حاجة في أني أرسموا عن السورة يا سلام يا سلام عبرت عنها كيف استخدمت ألوان معينة في رسومات كيف تخيلت شكل الحارد وريني؟ يعني عندما أشوف خالي بفكر طوالة فاك في بكين نجعتني الفكر حلو الأفكار حلو الفكر دي سوف نغير خلاص الجمعي يا أخوان طيب يعني أنت قبل شوية قلت أنه ماما هي أكتر زول داعم لموهبتك من وقتاني بيدعم المدرسة بتتعمل معاك كيف رسوماتك أنت بتعرضيها وين تفاصيل دي؟ تقريبا ناس كوتر بدعموني من أهلي بدعمني خالي وماما وبنت خالتي وخالتي وناش كوتر من المدرسة بدعموني صحباتي كنون وميار وكده الله يحميكم يا رب العالمين ويحفظكم إن شاء الله دايما يا رب تقدري تعملي كل الحارات اللي أنت بتحبيها وترسمي لوحات كبيرة جدا في ألوان معينة بتخلي أنا عايزة ترسم وتلزبت لها كده أم لا؟ فيه شو الألوان وليه بتحبيها؟ أه بحب حين سايفين طبعا لطافة والألوان يا حلو مصري بحب الأزرق لأنه لون السماء والماء بحب الأخضر لأنه لأشجار والتاني بحب كل الألوان لأنه 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 لأزهور فيها كل الألوان يا سلام يا سلام إن شاء الله الحياة كلها تكون وردية كده بالجمال اللي أنت بتوصف بيهو محبتك للألوان وكمان كل لون أنت مرتبط لك بشنو تعالي نشوف صور وحكي لي عنا ممكن؟ ها وتذكر هدي رسابتيها وديها نتفاصيل شنو؟ كاب دايما بشوف في الصورة الناس بسووا كده فقررت أيني عبطتهم كده حلو بحجم يدي ولونتها بنفس الشكل اللي انا كنت قاعدة فيه واكتر شعار انا بيحبه يعني في الصورة دايما بيسموعه قمت كتبت فوق اليد يا سلام عليك الصورة التانية يا معتز اها وده اه دي تقريبا اما وذكر كان شعار ايه كان بيسوقوا كده غاضبون اها ايه غاضبون ايه فقمت تحت رسمته هنا يعني انا بتخيل السودان كيف يبقى بعدين يا سلام يا أخي يا سلام انه فيه الوان والخريطة صح بتاعتها السودان جزء منها كمتال الوان نظرت ما فيها اخوانا فهل انا شايفة كويس طيب يعني الحاجة دي انت برضو معني ش تسألتك سوال قبل قلتك انت ليه بتحب السودان اللي بيخليك تحب السودان شنو انه هو وطني وبتمنى له احسن حالي في الدنيا يا رب يبقى كيس يعني يتحسن يا رب يا رب وأنا بحبه إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يا رب وطني يكون آمن لكم أنتم عشان تعيشوا في مستقبل حلو شديد بأحلامكم بطموحاتكم ويكون فيه كل المساحات عشان ما أنتم تعرفوا تعملوا كل الحالة أنتم بتحلموا بها كناس مليانين كده بيطاقة وبي جمال عايزة أخذ معاك وعرف إنه الحاجة اللي خلت إنه آن من جوة تتحرك وترسم رسومات عن الثورة السودانية أو توثق فيها غير إن أنت بتشوف ناس ماما راجعين تعبانين وكده في حالة تاني خلتك بتحرك كنت قاعد أحضر دائماً بالخبار مع حبابتي فأشوف أمور السودان كيف فبقوم بيجيني شواري نعوز أرسم عنه يا سلام يا سلام وكده يعني حلو حلو بترسمي على السودان يا بس كل لوحات على الثورة وكده ولا برضو فكرت إنه أنت كيف ملامح السودان يكون وطن مزدهير بتلوينيه شايفاه كيف؟ لقد نام شايفة شنو السودان شايفاه هو عبارة عن عن شجر وطبيعة وزهور وفراشات وحيوانات كده أمان وسلام ومليان كده فيه وحب وازدهار أنا عايزة أخذ معاك كمان يعني توري ناساً انتي اللي هما كده في عمرك وبيعملوا في هوايات مختلفة وعندهم مواهب لكن ما عارفين متين يرسموا متين يرادعوا دروسهم متين يحلوا واجباتهم كيف يقدروا يوفق بين الاثنين؟ كيف يعملوا ده ويعملوا ده؟ أول شيء لازم ما يعملوا قرايتهم لكي يسووا مواهبهم والحياة اللي هم بيحبوها يقروا أول شيء يخصصوا أيام للقراية ويخصصوا أيام لهواياتهم حلو أنا حاسي قاعدة سوعي كده ده حاجة حلوة شديد الله يوفقك يا رب العالمين وإن شاء الله تقدر تعمل الاثنين ودائماً تكوني ناجحة فيده وفيده زي ما انتهزها تواصل على النجاح ده عايزة أخذ معاك تحلمي بشنو لما تقبل أنا شايفة مستقبله كيف لقدام هو الرسم بالنسب لي يعني كهواية أنا عاوزة أبقى محامية يا سلام يا سلام أنا شايفة نفسي يعني عاوزة أدافع عن الحق يلا أها ودائماً بشوف ناس مظلومين كتير وبكون عاوزة أدافع عنهم عشان كده نفسي نما نكبر أبقى محامية والرسم بغادي ما يعني حاجة أحملت لها لحاسي حافظة أنمي ووهبتي في الرسم وفي الجانب الثاني بكون محامية إن شاء الله يا رب الاتنين تقدري تعملي أنا معرفة الناصة اللي هي بتتابعه وسامع كلام آن لو سمعتوه بقلبكم شديد هتعرفوا تماماً إنه عشان اللي في عمرها باستحقوا جدد إنه نحن نعيش في وطن آمن مستقر فيه ومساحات حلوة عشان ما هما يكونوا عايشين فيه أمان ويعرفوا حق قدبي طريقة كويسة فعليكم الله خلوا الوطن ده تكون حاجة لطيفة وحاجة حلوة ومساحة جد جد هما يقدروا يعيشوا فيها وإحنا نكمل باباك الروحل فيها عشان ما نعرف نعيش بطريقة كويسة رندا أنا عايزة أقول لكم شكراً شديد والله شكراً على التربية الحلوة شديد شكراً على إنه أنت بتنمي محبت الوطن جوا آن وهي بتكبر بيها شكراً أن أنت مدياها مساحات ما هي تقدر تكون بتفكر بطريقة حلوة وشايلها من الناس قبل نفسها